تفقد وزير الداخلية محمود توفيق الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ وطلع وزير الداخلية على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ ومدى استعداد وجاهزية القوات كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة ووجه الوزير بضرورة التواجد الميداني الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات التي تكفل تنفيذ المهام والتكلفات بكفاءة وأتقن كما شدد وزير الداخلية على انضباط الخدمات ويقضتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية ترجمة نانسي قنقر